ايلا ايلا وحضرت لك الطريقة التي تسهل عليك و تهنك من الملوي طريقة جدا سهلة بالعدب و نحضره ب كمية كثيرة بطريقة جدا سهلة تحضره كبير و لا صغير بالحجم الذي أريدته وعجينة السحرية التي تتحمر الوجه و لا نقول لكم كيف يأتي مورق محمر مكرمش شيش شهوه منه تحمر الوجه و هذا ما جربته و لا نحتاجه فيه رابعة دقيق الفرس نوعية راطبة خاصة بالحلويات مع رابعة ديال الفينو المجموع ما بين الدقيق والفينو 500 جرام اي 250 جرام دقيق و 150 جرام وضعت معلقة صغيرة السكر ممكن تستبدله السكر رشيشة ديال الملحة و راس معلقة ديال الخميرة الخبز ما يعادل 1-3 جرام كان خلطه النواشف مع بعض ثم وضعت نصف كأس ديال الحليب بارد و غادي نكمل العجن بالماء دافئ بالنسبة للماء دافئ بالنسبة لحليب عملته بارد كان بقى نضيف الماء تدريجيا تدريجيا حتى كنت تجمع لي العجينة و من بعد نبدأ نخففها و انا كندير الماء و كندلك كنعود نأكد الماء دافئ بطبيعة الحل اخوات اللي عندهم العجانة عجنوف العجانة تسهلوا على راسكو سوف يكن بقى ندلك العجينة ديالي تكن حصلوا على واحد العجينة ما تكونش قاسحة تكون هكا نوعا ما مرخوفة لان الفينو كيتشرب المجموع ديال الماء و الحليب يعني مجموع مبيل الماء و الحليب اعملت جوش كيسان ديال الماء مع نصف كس ديال الحليب اي المجموع 350 غ بعد مجمعت العجينة دهنتها بزيت و وضعها في بلاستيك او لا في كيس بلاستيكي او لويوها بسولوفة خليتها المدة ديال 5 دقائق فقط من بعد غادي نقسم العجينة ديالي على 4 و من بعد كنكووروا العجينة ديالنا بهاد الشكل ما شاء الله العجينة بفش تديرها في البلاستيك راك ترتح يعني بالنسبة الاخوات اللي ما عندهم مش جهديد الكوب راغاي تديروا العجينة في البلاستيك اتطلق راسها غير تكونوا خليتوها بالقاوم مرغوفة من بعد ما قسمت العجين وشكلتها كويرت عدت ندهنها بالزيت في البداية ما كنعملش يدي في الزيت باش دك الزيت مكتخلش في الواسط و تقطع لكم العجينة فش تكونوا تطلقوها من بعد ما دهنتهم بالزيت كنجيب الفينو اولا جيبوا السميدة المتوسطة بالنسبة لي انا درت الفينو و كننشددوا الكويرات كنلولوا بهم في هاد الفينو بهات الشكل من بعد كنغطيهم بالبلاستيك من بعد من منديل و نخليهم يرتاحوا هنا خليتهم تقريبا واحد عشرين دقيقة حتى المص ساعة مهم يطلقوا راسهم مزيان كمية دي الفينو المتبقية كنزيد عليها نصف كس ديال الزيت و 31 جرام ديال الزبدة مدوبة كمية ديال الفينو في البداية كنت تقدر تقريبا كس ديال الفينو لو لا بدك الكويرات فدك الفينو و الكمية اللي بقد زدت عليها الزيت والزبدة صافي كنخلط مزيان خليها ديال الزليفة على جانب من بعد تنطلق الكويرات الاولى و كندهنها مزيان بالزيت والزبدة والفينو و تنطلق الكويرات الثانية و تنحطهم فوق بعضهم و دهنها كوحد دهينة لا بأس بها من الواسط و من الجوانب و تنحطوها كويرة على كويرة و بهذا الشكل كنحطو الأطراف على بعض و من بعد تنطلقوهم بجوش في نفس الوقت دائما نركزوا على الواسط و ركزوا على الجوانب من بعد تندهن مرة أخرى بالزيت والزبدة والفينو دائما من الواسط و من الجوانب و من بعد تنجي للطرف ديال الكويرات اللي طلقنا و تنبدلوي هكا على واحد السمك ديال 4 سانتي يعني ما نطويوش مزيارين يدينا نطويو انتوما راخفين يديكم تمنى ان شاء الله السورة تكون واضحة تنطويو راخفين يدينا و آخر لوية نطويوها بهذا الشكل كيف ما كتلاحظو كنجمعو صافي كنضغط باليدين ديالي بش تنساوي و من بعد تنعبر القياس اللي بغيت تندير قياس 4 الأصابع حيت بغيتهم صغار لذا بغيت المليويات كبار قسموه على 3 قسموه على 4 ثم هناك تتحكمو انا بغيت المليويات صغار كي جيوزويني غادي ندوزو لتشكيل ديال المليويات طريقة جدا سهلة بعد اول حاجه شوفوش حال كي جيوز اللويات في الواسط و ذاك الزبدة مع الزبدة مع الفينو يعني كي يخلي و ذاك المليوي مورق من الداخل من بعد تنجي اللي عجينا اللي قسمنا تنشد من الجنب ومن الجنب و تنبدأ اللوي بهذا الشكل كنشد و كنبدأ نلوي بهذا الشكل هذا بش تجمعنا الملوية و تنوقفوها عاوض ما كنا غنخدمو وحدة بوحدة و تياخد لنا شوية الوقت بهالطريقة هاتي فرمشة عين كتوجدو الملوي ديالكو سواء كبير او صغير و بالخصوص الملوي الصغير تيشد الوقت و هالطريقة هاتي عجبتني بز بزاف اقول ضروري نتقسمها معاكم صافي حتى الشاري الثاني طلقت جوز كويرات كيف موريتكم في الول و قطعت الشرائط و كنلويهم بهاتي قدروا انتو ما كتلويهم بحالها تديرو هكا سميدة ولا الفينو بش تيجيوها كم حار شي بدك سميدة وهشاش وبهالطريقة هاتي و في اقل وقت كنكونو حضرنا 12 ملوية بحجم صغير طبيعة الحال بطريقة العادية و لا بشي طريقة اخرى غياخد لكم وقت اكتر بش تشكلو هاد الكيمياء هادي ان شاء الله هالطريقة تجربوها و غتعجبكم بزاف و تقسموها مع احبابكم كنغطيهم مرة اخرى بالبلاستيك كنخليهم يرتاحوا 1-4 ساعة هكذا مهم على حسب الوقت تقدروا مثلا تديروهم في الليل غد لي غير طيبوهم و تفطروا بهم بصحة والراحة فانا غطيتهم بالبلاستيك حتى ارتاحوا كياخدوش وقت طويل في الراحة خليتهم تقريبا 1-4 ساعة غير دستلو كنت نضق عليها و كنت تقرس ليها بسهولة و تندوس مطيبهم عندي المقلة كبيرة نطيب 3x3 انتم على حسب المقلة ديلكم كانت مقلة صغيرة ديلو غير وحدة مهم طيب انتم على حسب الاختيار ديلكم كان سخل المقلة كان دهنها بالزيت كان وضع المليويات غير التواني معدودة و تنقلبوا المليويات كان بدو شوية يطيبهم هادشيها شوية يطيبهم هادشيها إلا بقوا لكم هكا مشي جيها مام حمرين شي تضغطوا عليهم في ذاك البلايسة بستاتيلا ولا بالكاس و دائما فش تكونوا تقرسوهم ضغطوا على الواسط و على الجوانب صافي كيتحمروا لي الواسط من الجوانب حمرار اللي ذهبي و تنحيدهم و ندير وحيدات اخرين يطيبوا بنفس الشكل ما شاء الله كينتافخوا كيتحمروا و ما نقل لكم شي على ريحة بالخصوص إذا درتوا الزبدة ديال العبار ولا الزبدة بلدية رغم ما نقل لكم شي كيف يجي و يحمقوا صافي غير التواني يشدوا هكا شوية الطياب و تنقلبوهم تندهنوا بزويته بطبيعة الحالي كيبغي الزيت البلدية ممكن ديروا الزيت البلدية اللي زيت نباتية ممكن لكم الاختيار صافي مره مره لتندهنوا لا تدهنوا بزويته بيش مجيوكم شمزيتين تتحمروا من الجهتين و تنحيدهم و نستمر بالطياب حتى كنكمل مجمد حمرهم غير شوية من تفوتو حتى شمنين نعودو نسخنوهم را كي تحمروا صافي من بعد كان فرقهم بهاد الشكل و كان قدموهم بالصحة و راحة كي جيوا رائعين جدا والليزوين بزاف هما كنحضرهم في اقل وقت كيجيوه شاشين شاشين بزاف وبنان كتار ما كتتثورو كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد المليويات متأكدة غادي تحمقوا عليهم بالخصوص مع الشبرير ديال اتي بشيبه ولمع قيواره كيجيو ما شاء الله رائعين بالنسبة لطريقة ديال احتفات كيستقصيوني عليها بزاف ديال اللبنات كنا نشد المليويات هما مازال كيف طعبوا وغير تيفقدوا شوية الحرارة تنجمعهم تلويهم في منيديل او لمباشرة في البلاستيك كنوضعهم في المجمد يعني متخليوا مشي حتى كيبردوا باش ما كيقصاحوش وكيكون هادا الشكل ديال المليويات ديالنا من داخل كيجيو مورقين شاشين بزاف وبنان نجربوهم صحة والراحة خليتليكم الراحة